السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعلم مع بعض ازاي نقرأ صورة الطلاق بأحكام التجويد احنا وقفنا في الفيديو اللي فات عند الآية 2 ان شاء الله نكمل لحد الآية 5 وكده نبقى خلصنا الواجه الأولاني من الصورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه هنا الراء مفخمة لان هي ساكنة وما قبلها مفتوحة وحرف القاف هنا مقلقة لان هو ساكن وهو من حروف القلقلة ويرزقه ويرزقه من حيث النون ساكنة وجاي وراها الحاء هيبقى فيها إظهار حلقي يعني هظهر النون أقول من حيث وحرف الساء من الحروف اللسوية اللي بقرب فيها طرف اللسان لا يحتسب حرف الحاء من حروف الهمس أقول لا يحتسب ولو قفت على الباق هقف عليها بالقلقلة ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل هنا إنه مساكنة وجاي وراه حرف الياء هيبقى فيها إضغام بغنى أقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه همس السين ولو قفت على الهاء هقف عليها بالهمس أقول حسبه طيب لو أنا وصلت بقى أقول حسبه فيه على الواو الصغيرة دي علامة المادة يبقى همد هنا أربع حركات حسبه إن الله النون المشددة غنى بمقدار حركتين أي نون مشددة في القرآن أو مين مشددة أغنى فيها يعني أقف بس على الحرف شوية أقول إن الله بالغ أمره بالغ وبعد الباق هنا في الألف الصغيرة دي 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 علامة المادة دي إن أنا مد هنا حركتين أقول بالغ واكسر اللام كويس أمره الهمزة مراققة والميم هنا فيها إظهار شفوي يعني أنا بس بظهر على أي ميم ساكنة في القرآن فيها إظهار أقول أمره والراء مكسورة فهتبقى مراققة قد جعل الله لكل شيء قدره قد الدى المقلقة لعشان هي من حروف القلقة وهي ساكنة جعل الله هنا اللام مفتوحة فهتبقى اللام بتاعة لفظ الجلالة هتبقى مفخمة أقول جعل الله لكل شيء قدره هنا تنوين وجاي وراه حرف القف هيبقى فيها إخفاء وغنة الإخفاء هنا هتبقى مفخمة لإني حرف القف مفخم كل شيء قدره قد الدى المقلقلة برضا عشان هي من حرف القلقلة قد قدره واللائي هنا مد أربع حركات ده مد واجب متصل وخلي بالي أن هنا فيه تنين ياء وربعة واللائي ياء سنا وقصر الهمزة كويس وحرف السين برضو من حروف الهمز من المحيضي من الما هنا حرف الميم مرقق وحرف الحاء برضو مرقق أقول الماء المحيضي والضوط بقى ضوط مفخمة المحيضي من نسائكم هنا نون ساكنة وجاية وراها نون مشددة يبقى إضغام بغنة أقول من نسائكم هنا مد أربع حركات مد واجب متصل ومنساش أن بعد المد فيه الهمزة مكسورة فاكسرها كويس إي نيرتبتم هنا من النون المكسورة على طول حرف الرأ والرأ هنا هتبقى مفخمة لإني قبليها همزة الوصل ساقطة فأقول إي نير إي نيرتبتم وقلق للباق لإن هي برضو من حروف القلق لو هي ساكنة فعدتهن النون المشددة اللي إحنا لسا إلينا عليها غنة بمقدار حركتين وضم بقى التأول ها كويس فعدتهن ثلاثة أشهر ثلاثة حرف الثاء من الحروف اللسوية اللي أنا بخرج فيها طرف اللسان أقول ما أقولش أشهر آه لأ آه أش أشهر واللائي لم يحضن واللائي برضو هنا مد أربع حركات مد واجب من التصل لم يحضن وأولاتو هنا الواو اللي عليها الصفر المستدير دي ساقطة واصطنا فنقول وأولاتو الأحمال أجلهن هنا عندي اللام والهاء مضمومين أجلهن وبرضو منساش النون المشددة أيا ضعنا هنا النون ساكنة وجاي وراها الياء هيبقى فيها اتغام بغن أقول أيا ضعنا أيا ضعنا حملهن أيا ضعنا حملهن أيا ضعنا حملهن برضو النون المشددة قلنا مقدار حركتين ومن يتقلها هنا نون ساكنة وجاي وراها الياء هيبقى برضو فيها اتغام وهنا اللام بتاعة لفظ الجلالة هتبقى مرققة لإني الحرف اللي أبيها مكسور حرف القوف ومن يتقلها ومنساش أقول يتا يتقلها يجعل له قلقلت الجيم وهنا لام ساكنة وجاي وراها لام مشددة يبقى هقول لام واحدة بس مشددة يعني ده يبقى اتغام ومن يتقلها يجعل له بعد الهاء هنا فيه الواو الصغيرة ده صغيرة بمده حركتين له من أمره من أكثر الميم كويس ونون ساكنة وجاي وراها الهمزة هيبقى فيها اظهار حلق من أمره والميم الساكنة قلنا اظهار شفوي أنا هظهرها بس ولا هغنى ولا هعمل أي حاجة أقول من أمره والرأي المكسورة مراققة دايما في القرآن وبرضو ورا الهاء فيه هنا العلامة دي دي صلة برضو بمدها حركتين أمره يسرى الياء والسين مراققين يسرى والسين فيها همس ذلك هنا الذال من حرف الأسوية برضو اللي بخرج فيها طرف اللسين ووراها مد طبيعي حركتين ذلك أمره أقول آ الألف والميم مراققين أما الرأة مفخمة لأنها مضمومة ذلك أمر الله أنزله نون ساكنة وجاي ورا حرف الزين يبقى هنا فيها إخفاء أنزله هنا مد أربع حركات علشان على الواو صغيرة دي علامة المد فهامد هنا أربع حركات إنما لو الواو دي الوحدها من غير علامة المد هامدها حركتين اتنين بس أنزله إليكم أكثر الهمزة كويس وحرف الكاف أعمل في إيه أضمه كويس والميم أقف عليها بالتوسط إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر ومن يتق الله يكفر هنا الرؤ أملها هتبقى مرققة ليه لأن هي ساكنة وما قبلها مكسور فهتبقى مرققة عنه هنا أنهم ساكنة وجاي وراها الهاء هيبقى فيها إظهار حلق أقول لي يكفر عنه سيئاته أكثر الحروف المكسورة كويس وبعد الهاء برضو فيه الصلة الصغرى دي اللي بمدها حركتين سيئاته ويعظم حرف الزاء من الحروف اللي سواء اللي بخرج فيها طرف اللسان وبرضو من حروف التفخيم وهو هنا مكسور ويعظم ويعظم له لسا إلينا هنا بمد أربع حركات له أجر أقلق القلق علشان هي من حروف القلق أقول آ الأول الهمسة هنا أرقق أقول آ أج أجر وقف بمد طبيع حركتين على الألف وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل مع بعض بقية صورة التلق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر